طيب إبراهيم إزاي بعتلع الدوري بشكل منظم إيه الخطوات اللي خدتوها عشان يطلع الدوري بالشكل المنظم ده فيه نقطة مهمة بس قبل ما ندخل في الميكانيزم اللي عملنا به بطولة الدوري فيه نقطة مهمة كده اتحاد الكورة بتتردد كتير من اتحاد الكورة بتتردد كتير من لاجنة المسابقات وإعلاميا اتحاد الكورة مش دوره انه يحافظ على حظوظ الاندية أفريقية اتحاد الكورة دوره في أي دولة في العالم ان ينتج بطولات قوية منظمة تنتهي في موعدها تضمن المنافسة لحد آخر جولة من الجولات مش شفناش الدور الانجليزي في يوم الأيام بيأجل مطش عشان مانشستر سيتي عنده نهاية دورة أبطال أوروبا ولا عشان ليفربول بيلعب نهاية اليوروبا ليج مش شفناش الدورة الإسبانية بيعمل ده على العكس لما ليفربول كان بيروح يلعب كاس العالم الأندية لو فاكرين في كاس العالم الأندية ليفربول لعب فريق الشباب مطش في كاس الاتحاد الانجليزي اليوم اللي بعد مطش كاس العالم الأندية لان ما فيش حاجة هتتأجل فمهم جدا مفهوم ان ايه نأجل عشان نادي سين أو صاد أو عين بيلعب بإسمه مصر في البطولة القرية اتحاد الكورة مش دوره يحافظ على حصوص الأندية في البطولات الأفريقية اتحاد الكورة دوره ان البطولات بتاعته تكون منظمة حاطت ليحة واضحة بأيام محددة بميكانيزم حتى التأجيل نفسه يبقى معمول ازاي بحس ان خلاص الدوري كله شغال بسيستم واحد عارفين ان لما يحصل تعارض في المعدة مع المعدة هيحصل تأجيل في أدية الحدود اتحاد الكورة في حاجات بيكون معزور فيها أوقات ان الاتحاد الأفريقي بيتدخل في وقت من الأوقات ان المطش بدل ما كان يوم سبت الاتحاد الأفريقي بسبب تسويقي ان هو يقدم المطش يوم جمعة فبيضطر هنا اتحاد الكورة ان هو يغير معاد المطش بس فكرة ان التأجيل عمال على البطال دي مش مزبوطة جدول الدور اللي احنا عملناه احنا سكننا في مباريات مؤجلة تفضل في حيز الوقت اللي احنا حطينه عشان نحل كل المشاكل دي نرجع لفكرة دي كان مهم نوضحها في الأول عشان ما ندخلش في سكة ان تب مهنادي ده لما بيروح يلعب في أفريقيا في النهاية احنا في وضع حالي كل الأندية اللي بتروح من مصر تلعب في البطولات القرية بتسافر بطهيرة خاصة بترجع يوم المطش بالليل ما بقاش فيه ترانزيت وصفر باليومين زي ما كان بيحصل قبل كده اتحاد الكرة نفسه فتح قيمة للأندية بتوصل لثلاثين لعيب والعيبة تحت السن فبالتالي كل ده معمول عشان ان انت تواجه ضغط المباريات التأجيل العمال على البطال مش مطلوب والاتحاد الكرة مش هدفه ان هو يحافظ على حصوص الأندية الأفريقية نحية الميكانزم الدوري لما جينا نبدأ فيه ازاي كونا الدوري ده وزاي نظمناه البداية في الأول خالص أول حاجة عملناه ان احنا رحنا شفنا ايه التوقفات بقى جماعة اللي عندنا في بطولة الدول اللي هتواجهنا في الوحيب نحط الجدول بتاعنا رحنا شفنا التقفات الدولية اول حاجة iewف بنزل التقفات الدولية بتاعته حد على ما فتكر على الموقع رأس من حد 28 كل التقفات الدولية موجودة رحنا خدنا التقفات الدولية لحد المعاد اللي ISna عايزينها نيجي هنجي نصطدم بالحاجة التانية هي بطلاط الافريقية بطلاط الافريقية اول سؤال طبعا الناس هتسأله متحددش مععيد نرجعنا آخر 3 سنين شوفنا برنج البطولات تتلعب بالدور الأول على سبيل المثال في المجموعات بيتلعب إمتى فلاقينا على سبيل المثال أنه هو أول سبت في شهر 9 الدور الثاني بيتكرر أنه بيتلعب في ثالث سبت مثلا وحد في شهر 10 فبدأنا نرتب ده على أساس السنة اللي عندنا أنه بنحط في نفس الرنج بتاع البطولات اللي بيتكرر بشكل مقرب جدا بنحط البطولات الأفريقية بالأدوار بتاعتها لحد النهائي طيب افرض أن جيل الاتحاد الأفريقي والله غير في الموعيد دي وخلى أنه لا مش هنلاعب في أول سبت هنعب في تاني سبت من شهر معين فيش مشكلة لاتحاد الأفريقي كده كده ثابت جمعة وثابت وحد جي على سبيل المثال إحنا حطين في أول سبت من شهر 10 أنه هيتلاعب الجولة اللي جيل الاتحاد الأفريقي قال لأ هنخليها في ثالث سبت فيش مشكلة هيتنزل المطشب بتاع الاتحاد الأفريقي أو دورة بتاع أفريقي هينزل لتلت سبت والجدول اللي احنا حطينه هيترحل بمننا احنا مثبتين سيستم واضح ان مطشاط افريقيا بتلعب جمعة سبت حد مطشاط الدوري هتتلعب 3-4-5 لما ما بقاش فيه مطشاط افريقيا هيبقى فيه مطشين في الاسبوع في الدوري جمعة وسبت وحد وبعدين 3-4-5 خلينا متفقين ان احنا الموسم اللي احنا فيه ده موسم استثناء عشان نعيد النظام هيحصل ضغط كده كده هيحصل ضغط على الاندية لازم نتحمره عشان نعدي بقى المرحلة دي ونبدأ ننتظم فبالتالي حتى لو الاتحاد الافريقيا جي وكده كده احنا منتضغط بنيجي في الاخر نتضغط وكله بيشتك يعني كده كده في العشوائية منتضغط ما نتضغط بنزغط عشان بعد كده بعد النزام ده ما يحصل ما بقاش فيه ضغط تاني لان في النهاية المشهد نفسه كله بيبقى سايق ان انت بتلعب دلوقتي فيه ماتشاط دوري ومحدش موتم يتفرج من دور خلص الدور خلصان كلينيكيا بقاله حوالي عشر اسابيع الاندية كتير جدا وهو الاهلي والبرامنز اللي بلعبه وكام نادي بنفسه على ربوته وبقى الاندية خلاص ما لهاش هدف ففي النهاية محدش مستفيد من ده فحتى لو حصل تغيير من الاتحاد الافريقي هيتم ترحيل الماتشاط اللي معادها ويتم استبدالها بماتشاط الدوري بنظامها الطبيعي جدا ان الجولة العشرة هتطلع بس 3 يام لفوق الجولة التسعة وهنسكن البطولات الافريقية في المعادل اللي متحدد من الاتحاد الافريقي فدي قصة الاتحاد الافريقي بعد كده زي ما محمد قال احنا في الاخر احنا جبنا اكواد ودي نقطة مهمة جدا احنا جبنا اكواد من على اليوتيوب دخلنا شفنا اكواد على اليوتيوب ان ازاي ممكن نعمل جدول دوري نحط فيه اندية ونسكنها بالاستادات بتاعتها وبمعاد الماتشاط ويبقى سيستم واضع اول ما نحط الافريقي دخلت دخلت فكرة من على اليوتيوب عادي جدا دورنا جدا على اليوتيوب لحد ما طلقنا اكواد جربناها وطلع منا حاجات بايزة جربنا تاني وعدلنا وسرشنا حد ما وصلنا لشكل معين عملناها طلع فيه مشاكل معينة بسبب ان على سبيل المثال بيبقى فيه اكتر من نادي بيلعب على نفس الاستاد فبيطلع بتجي بتراجع بتلاقي مثلا على سبيل المثال فاركو اللي اتعدلت بيلعب على الاستاد اسكندرية وبيلعبوا في نفس الوقت فبتقوم مغير يده ويبقى منول بتتدخل المنول ان خلاص فريق فيهم هيروح برج العرب او المكسب بينهم في اسكندرية فبتتدخل لكن في النهاية احنا دخلنا جبنا بشكل يعني مش محتاجي بقى انت عندك خبرة 10-15 سنة في لجان المسابقات المصدرية احنا مكانش عند اي حد فينا اي خبرة احنا دخلنا سرشنا ده بجد مش افوار احنا دخلنا سرشنا على اليوتيوب جبنا الاكواد طبقناها طلع فيها مشاكل غيرناها لحد ما وصلنا لشكل معين بتحط في الاخر كل نادي حسب ما بتسعب بيرامدز بتسعب رقم بيطلع رقم 8 بتحط في رقم 8 في الاكواد اللي حطتها فبيضرب الجدول بتاعك كله بالموعيد بالاستادات بكل حاجة كل حاجة بتتضرب قدامك في الجدول بتبدأ تغير المانوى لحاجات معينة بيدك بسبب ظروف معينة للاستادات لكن في النهاية احنا دخلنا جربنا احنا جربنا من على اليوتيوب جربنا على الاكسل حد ما وصلنا للشكل اللي احنا وصلناه ده بدون اي خبرة وبدون اي أبليكيشن مدفوع وبدون اي حاجة هو تجربة وسرش على اليوتيوب بس مش اكتر ومشت سهلة